أهلا بحراتكم من جديد وباقي فقرات الأهلي خط أحمر وهنا هنضيء ضوء أحمر لكرة القدم المحلية لأن الحقيقة النادي الأهلي هيبدأ الدوري القادم يوم السلساء القادم أمام فريق المصري ومواجهة صعبة جدا بالتأكيد على استاد برج العرب لكن لما تيجي تبص نظرة كده لجدول الدوري اللي تم وضعه من قبل ربطة الأندية ولجنة المسابقات هتلاقي أن ما فيش حل غير أنك تقلل عدد فرق الدوري لما تتكلم في 17 جولة وهو الدوري الأول هينتهي في إبريل وتبدأ تتحدث أن الدوري ده هينتهي في 30 يوليو يبقى أنت بتعمل إيه؟ هتلعب السبعة عشر جولة اللي بقيين في مايو في يونيو في يوليو يعني 17 جولة في 3 شهور هتلعبهم إزاي؟ هتقسمهم إزاي؟ ده أضف إلى ذلك النادي الأهلي اللي دخل في معترك أفريقي وعالمي مباريات المؤجلة دي هتتلعب إمتى؟ هترحلل فين؟ هتضغطوا كل قد إيه؟ فيتلاقي علامات استفهام كتير جداً وكل سؤال هو منطقي مش يبدو منطقي هو منطقي ولكن الإجابة محدش عايز يجوابها محدش عايز يروح للحل برغم أن كلنا تقريباً عارفين الحل الحل أن يكون فيه ترابيزة مفاوضات بين كل الجات المعنية أنك هنا تجيب أندية تجيب اتحاد كرة أندية ممثلة في ربطة الأندية بما أنك خلاص اخترت أن يدول يمثلوك تجيب اتحاد كرة تجيب لجنة مسابقات تجيب مسؤولين على الرعاية وتبدأ تقول يا جماعة الدوري بوضع الحالي بالـ 18 فريق هيعرضنا كل مشكلة أننا كل موسم نطالب بموسم استثنائي كل موسم فعشان ما نعطش نطول معاكم وقت كتير في كلام هنقوله كل موسم وكل بداية موسم الحل يا جماعة أن أنت تلعب 14 فريق على أقصى تقدير 16 فريق قال للعدد مباريات الدوري وبدأ أشتغل على دوري محترفين بدأت تجربته هتبدأ الموسم القادم وبدأ أشتغل على تسويق ليه ورعاية ليه ووجه رعاية ليه لأن أنت لما تحط الدوري المصري 14 فريق فانت خدت أفضل 14 فريق ممكن يلعبه وقتها بعض الأندهاء الشعبية هترفض ليه؟ لأن بنشوف للأسف الأندهاء الشعبية بتنافس من أجل البقاء في الدوري طبعا أنت لما تهبط الدوري المحترفين هتعمله شعبية هتعمله تسويق لكن طول ما احنا شغالين بـ 18 فريق هنيجي كل بداية موسم ونقول يا جماعة عاوزين نبدأ موسم استثنائي ومش بنبدأ أي موسم استثنائي أعتقد أن فارس يمكن اللي خدم أندية تونس وأندية المغرب وأنهم قادرين يوصلوا لنهاية دورة أبطال أفريقيا ودايما دورة نصف النهائي هي فكرة أن إما الدورة بتاهم 14 فريق وإما مجموعتين وإما 14 فريق بلعب مجموعتين تونس بتلعب فكرة المجميع اللي بتتعامل المغرب عدد الفرق وحتلاقي أنت يا جماعة اللي سمعتوه السنة اللي فاتت مش محتاجين من دلوقتي تحتاره هو هو اللي حيتقال السنة دي وحيتقال أهلي بنتأجله كذا والأهلي الفرق بتلعب وبص كم مباراة وكم مباراة برضو مش هتلاقي حد يقولي أن النادي الأهلي بلعب في السوبر ليج مش حد يعني بطولة جديدة أنت عليك عباق إضافية نادي الأهلي إن شاء الله أكيد مكمل في دور الأبطال انت نادي الأهلي يا جماعة كاس العامل عنده ده أنت عندك مباراة مع أمبي اللي حتكون في أكتوبر من كاس السنة اللي فاتت يعني وضع يا جماعة حيكون غير طبيعي فدايما بقول التعامل مع الأمور الغير علمية بشكل علمي يعني مقولة لعدل الإمام في أحد الأفلام هو شيء غير علمي بالمر يعني أنت شو بحد يعني أنا آسف بتقول كلام غير منطقي وكلام مضحك أن أنت تيجي تحط كل المعطيات الغير علمية دي وتقول لي بص النادي الأهلي على الشاشة لعب كم مباراة والفريق مش عارف مين التنزاني ولا فريق مش عارف مين الموريتاني ولا فريق مش عارف مين في باكستان لعب كم مباراة مفيش حاجة اسمها كده حطيلي المعطيات اللي عندك كمدخلات وهل حتطلع منها نفس النتيجة ونفس الاستنتاج اللي هو بتاع الفرق اللي أنت بتقارن بيها ولا لأ يعني إحنا بنرد من بدري وأعتقد إحنا ممكن نحتاج الفيديو ده مرة واثنين وثلاثة واربعة في اللي جاي وإن ده اللي حيتقال والمسم ده أكتر من اللي فات ومحدش عايز يحل والأندال اللي بتقوليش معنى هي اللي لما تيجي تكلم يا جماعة طب نلعب مجموعتين يقولك لا طب نلعب كذا لا انت عارف النادي الأهلي في أول 11 جولة اتأكد كم مباراة حتى هذه اللحظة أربع مباراة ده في الدوري في الدوري يعني أنا 11 جولة حتى يوم 2 يناير النادي الأهلي متأكد له أربع مرات فقط لغير المصري والإسماعيلي وفرقه واسموحة واسموحة وفرقه بالترتيب انت متخيلين يعني لو جيت استعرضت لكم أصلا يعني المنافسات والمباراة اللي هيخدها النادي الأهلي حتى 2 يناير لأن ليه 2 يناير لأن بعد 2 يناير هيكون عندك تواقف شهر ونص عشان أمم أفريقيا هيتلاقي فيه كسر ربط فتخيل من 11 جولة النادي الأهلي مش مسموح له ومش متاح ليه وقت غير إنه يلعب أربع جولات مش متاح مش موجود ما تقدرش تعمل أكتر من كده يعني أنت هتلعب المصري أول مباراة يوم الثلاث هتروح بعد كده فين تلعب دور الاثنين وثلاثين فهتتأجل مباراة السراميكة كله بطري هذه مباراة النادي الأهلي يعني دول السبعة عشر مباراة تمام السبعة عشر مباراة دول اللي لغاية شهر إبريل أنت لغاية 2 يناير مش هتقدر تلعب من 11 جولة غير أربع جولات فقط لغير نرجع تاني عشان نوضح الصورة للناس والجمهاري النادي الأهلي ويا جماعة دوروا على حلول فعلا جزرية مش هينفع تكمل بـ 18 فريق خلاص في ظل الارتباطات الأفريقية الأربع فرق مش هتقدر تكمل بـ 18 فريق إلا أنك هتفضل طول كل موسم طول أنا عايز موسم السسنائي الأهلي هيلعب مع المصري هيلعب مباراةين مع سان جورش الأسيومي في دور الـ 32 بعدها هيلعب مع أمبي في الدور نصف النائية من كاس مصر الماضي ليه؟ ليه؟ لأن اللجنة المسابقات بتحاول تعمل احتمالية أن فريق رابع يصعد لبطولة السوبر اللي هتلاقيها في شهر ديسمبر لو لقدر الله بالنسبة لهم أمبي فزع الآلي فهيبقى أمبي بقى دخل فريق رابع مع الثلاث فرق المرشحين لبطولة السوبر بنسختها الجديدة بالأربع فرق طيب الأهل يكسب أمبي هنرحل بقى نهاء الكاس في شهر إبريل ما عندناش أدنى مشكلة من القصة دي حسامنا موقف الفريق الرابع طيب بعد أمبي هتلاعب لإسماعيلي فتخيل أول مباراتين لك في الدوري أمام ناديين أقوية جدا بلعبوا بمنتهى الغل القروة أمامك المصر والإسماعيلي متخيل طيب بعد كده هتروح فين من سان جورج في أجندة دولية طيب هترجع من أجندة دولية بعد ثلاث أيام هتدخل في مباراتي سينبا سوبرليج بقى إن شاء الله تكسب سينبا هتروح تلعب سانداونز لتقدر لك خسرت من سينبا هيبدأ يحط لك البلدية أو المقاولين فإن شاء الله نكسب سينبا فهتروح تلعب السانداونز كل ده انت مفيش مباريات محلية تدخل بعد كده في أجندة أخرى دولية ثم تبدأ تلات جولات جولة أولى وجولة تانية وجولة تالتة في دور المجموعات إن شاء الله بعد الفوز على ساند جورج خلصت كده لا ده انت هتتأجلك الجولة الرابعة عشان هتروح تلعب مونديال الأندية طب تيجي من مونديال الأندية تتأجلك بقى الجولات عشان هتلعب السوبر المحلي في الإمارات فهتلاقي نفسك رايح لشهر يناير اثنين يناير بتلعب المباراة الرابعة عليك وهي مباراة فارقه طب قولي انت هتحطي لي مباراة النادي لأهلي ازاي هنلعبها ازاي وانا اول 11 جولة لغاية اثنين يناير وزيدك من الشعر بيت لغاية 15 فبراير العودة بعد المنتخب بعد كاس الأمم وبعد كاس الأمم هتلعب خمس مباراة المباراة الخامسة اللي هي مباراة الزمالك والحقيقة يعني موقف غريب جدا ان انت يكون من 12 او من 11 جولة بتلعب اربعة فقط لجرها فارس وده يحط لود على النادي الآلي وضغطه على النادي الآلي ويد فرص لهم نفسي انهم هتصدروا جدو للدوري فانت هتبقى راجع بتلعب تحت ضغط ان انت تحقق الفوص لكل المؤجلات وقصة كل موسم طيب وعشان كده جماعة لو احنا حرصين على الكرة المصرية هي القصة الناس اه انت بتضغط الاهلي الاهلي هتضغط النادي الاهلي هيتجامل لا لان انت ما عندكش مكان تسكن في المباراة دي وده اللي احنا بنقوله انت من دلوقتي هتيجي تروح لي في شهر فبراير وتقول الاهلي لعب اربع مباراة بس في الدوري ما هو يبني السؤال فين الوقت اللي كان منك يلعب فين مباراة تانية ما هي دي الفكرة وارجع بقى واقولي النقطة اللي انا حريص ان انا وصلها من بدري يا جماعة منتخب مصر حيروح الامم الافريقية واللعبة مش قادلة تشرج لها من بدري ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه انت بتبص دايما على النادي الاهلي طب بصت ان النادي الاهلي رغم كل ده بيقدر ينجح طب بصت على وضع المنتخب هل المنتخب استفاد من ده ولا دفع التمن في ابطلاق كتير جدا حرمان من اللاعبين نتيجة اصابة وارهاق وغيره فالفكرة كلها في النهاية واحدة انت مش بتضر النادي الاهلي بس انت بتضر الكرة كلها وعشان كده الموضوع فعلا يحتاج الموضوع ما فيهش قراء واجهات نظر اعمل لو الاندية الاخرى جماعة سهلة جدا انت عايز تحفظ على عدد المباراة اللي هتلعبه الاندية الاخرى سهلة جدا عدد الفرق اللي هتلعب الدورة اللي هي بتحدد بطل الدوري تكون عدد فرق قليل تمام اما الفرق الاخرى دي خلي عدد الفرق الكبيرة هتلعب مباراة بالنظام الزهاب والعوض عوضت عدد مباراة الفرق اللي هي فوق اي حل تقدر تقعد تفكر تقدر تقعد تشتغل انما الوضع ده حيدفع تمنه النادي الاهلي ومنتخب مصر ليه بقولي الاتنين لان نادي الزمالك بعيد شوية عن الالقاء ومش يعني مش موجود في سوبر ليج مش موجود في كاسة عامل عندها ده بطبيعة الامور ولكن منتخب مصر عنده ارتباطاته اللي بتتعارض مع ارتباطات النادي الاهلي وبتتعارض مع جهزات اللعبين لان كمان النادي الاهلي واللي بيديك العدد الأكبر من اللعيب فالقصة في النهاية منتخب مصر متضرر اه النادي الاهلي متضرر اه طب محتاج ايه محتاج القرار ما القرار ده عشان كده بنقول ايه القرار محتاج أن الكل يعني يتكاتف. لأن البعض بيقول لك أنا عندي عدد مباراة هيقل. فبالتالي الرعاية هتقل. مش هتجي بكل أحد يبص المصالحه الشخصية. لأ مع عشان كده بقول لك لازم الكل يبص المصلحة الكرة في الكرة المصرية. وإن لحنا متفقين عليه أن 14 فريق في الدوري. 16 فريق على أقصى التقدير. ده الانقاذ يعني أو شبه انقاذ كرة القدم المصرية الحقيقة من المشاركات أربع فرق بتشارك في البطولة الأفريقية. والحقيقة اللي بيدفع الدريبة دي أكتر هو النادل آلي. لأن النادل آلي حتى السنة اللي ما خادش فيها البطولة كان بيلعب مرانة هائلة. فالقصة باختصار شديد. وضع صعب جدا. واللي اتنين بيتأثروا. لأن أنا بستلم من المنتخب أحيانا بعض اللاعبين مصابين.